في هذا اللقاء التشاوري بمدينة تيغنت في إطار سياسة غطاء التهذيب الوطني لبحث سوبل المثلى لتطوير وعصنة الامتحانات الوطنية وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي استمع في مستهل الجلسة الختامية لهذا اللقاء للخلاصات التي توصل إليها الفاعلون التربويون والتوصيات المقدمة بخصوص تطوير النظام التعليمي وزير التهذيب الوطني أكد في كلمته بهذه المناسبة ضرورة تنظيم لقاءات من هذا النوع لإبراز الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تكشف الاختلالات التي تشكل عائقا أمام تطوير النظام التربوي لقاءنا اليوم هو في منتصف أيام تشاورية ذلاذة حول عصرة حكامة الامتحانات في موريتانيا تستدعي العديد من التشاور ومعالجة ومساءلة النصوص الضابطة لحكامة الامتحانات عموما مساءلتها لتحيينها ولتصحيح الأخطاء بالاختلالات الموجودة ولا يخلو أي مسار من اختلالات واستخلاص الدروس أيضا من التجارب الماضية والاستئناس بالتجارب الدول أيضا المذيلة منها خصوصا منها التجارب الناجحة ونحن اليوم على بعد ستة أشهر تقريبا من تنظيم الامتحانات الوطنية امتحانات الإشهادية كامتحان السنة السادسة امتدائي امتحان السنة الرابعة اعدادي وامتحان الباكالورية ستة أشهر كافية لاتخاذ الإجراءات التي من أجلها تحسين حكامة الامتحانات من بدايتها إلى نهايتها وفي هذه القاعة يجتمع مديرون الجهويون بالولايات الوطن ويجتمع أيضا كافة الطاقم المنظم لامتحانات والمدرية العامة لامتحانات والمدرية العامة المعلوماتية وأولي الخبرة والطولة من القطاع في هذا المجال والد ترارزا بيّن في مداخلته بهذا الخصوص أهمية التنسيق بين السلطات المحلية والمديرين الجهويين لترقية الأداء بدورهما حاكم مقاطعة المدردة وعمدة بلدية تيكنت على التوالي أشاد بأهمية هذا اللقاء الذي يجسد سياسة الدولة في مجال إصلاح النظام التعليمي جملة من التوصيات قدمها المشاركون في هذا الملتقى تتعلق أساسا بتنظيم دورات تكوينية لصالح المصححين والمراقبين كل المواضيع مطروحتهم فيما يتعلق بتنظيم الامتحانات بالإجراءات المتعلقة بها بالتسجيل وخصوصا هذه السنة التي تعهدت فيها الوزارة بتوصيات عدية بأن تكون سنة الصفر ورقة وبالتالي يكون التسجيل بالنسبة للتلاميذ على منصة تسجيلا مباشرا بدأ بالفعل بالنسبة للأحرار وخلال هذه الأيام المقبلة سيتم أيضا عبر المؤسسات التربوية من خلال تسجيل التلاميذ مترشحين شهادة ختم الدروس العدادية والباكالوريا من خلال هذه المنصة هي إذن جلسات تشاورية بين الفاعلين التربويين يسعى من خلالها قطاع التهديب الوطني إلى وضع خطة لتحسين نظام المسابقات الوطنية سبيلا إلى تطوير مظومتنا التربوية لقناة الموريتانية محمد الياثمى مدينة تيجينت